مرحبا بفيديو جديد هلو بيوتيز هلو كيوتيز شو الأخبار كيف الصحة كيف الحال تمنوني عليكم يا رب تكونوا بأحسن الأحوال وفي صبيه كان صبيه صراحة قالتلي بحب لما تقولي تمنوني عليكم As you minutes I do minutes عن جد وبقرأ التعليقات وبطمن عليكم كل وحدي تعليق عندي إنه مباشرة مباشرة يعني كل شخص وبتذكى كثير مني أسماء الصبايا والشباب لأنه في عندي شباب متابعيني يا الله يعني بنبسط قبل ما نفوت على الفيديو بنبسط لما شاب يكتب لي أنا بتابعك أنا شاب لا إلي بالميك أب ولا إلي بالصابون بس كثير بحب إسمائك وبتشكاكم من أعماق قلبي فيديو اليوم صار لزمان بدي صار لزمان بدي أعمله وبالتحديد كنت أخذ سكرينشاط لشي معين من I think شهر واحد ولما اختفيت شقة الأقدار واللي شئت الأقدار إنه تأخر فيه بس مؤخرا و صبيع لقيت عندي كتبتلي هنا صبيتين كتبتلي أول وحدة واو بشرتك ولا غلطة خبرينا شو عم تستعملي المنتجات اللي عم تعمليها بإيديك معينو لما بعمل متجات لبشرة الوش صار لي زمان ممكن أخي كعيم عملتو كانت أقبل ثلاث سنين و كمعنى في صبيع أو بستعملي يعني غير شيء و في صبيعي كتبتلي شو كان التعليق أم ما بحجب إذا وشك واو ولا الميكب واو ولا شي شغلي وهيدا عملي هلع وهيدا خوفني ليه يمكن إذا حدا مطرحي رح يفرح و إنما خوفني لأنه من هالحقيقة بشرتي كبشرة فيها كتير شوائب أولا مؤخرا هيدا المنطقة كلية تنطلت بالحبوب و بشكل مخيف و بشكل أنا نخضت لأنه كانت في حبي صوري بالكلمة غمرة ما صارت معي الحجم تبع الحبوب زائد عندي بورز هون وهون ماشي و من خاري زائد عندي متل الناس والخلق يعني أصار إما تبع الشمس إما تبع الحبوب كانت عندي قديمة و صارت مرمأة زيدوا عليها خطوط الخطوط العادية الخطوط التعبيرية يوم أقعد و الشيتي أختارت أنا اليوم اللي بيجنن المهم المهم و عن جد لا تأخذوني but it's out of my hands زائد عندي ما رح أقول بالتقدم السين لأنه كلياتنا we age by the moment مش بالsecond و مش بالساعة و مش بالدقيقة كل ما نحنا عم نتنفس مهنته عم نتقدم بالعمر وهيدا الطبيعي و المشكلة اللي رح أحكي عليها بعدين مش بس بتيجي من كذب و ضحك على الدقون اللي هو رح يكون عنوان الفيديو و إنما حتى الناس الطبيعي اللي حوالينا و اللي منعرفه و اللي ما منعرف بحكي عن الامرفكشنز يلي بيوشي من بيانات هون هيدو مش امرفكشن و هيدا العادي ليه الناس عم تشوفها امرفكشنز الله أعلم لما بيعمل هيك في عندي خطوط هيدا العادي جدا خصوصا إنه نصارني مدة طويلة ما عملت بغطا أكل لما بيعمل هيك عندي خطوط لما بيعمل هيك عندي خطوط من هون لما بالعادي يعني وشي مرتاه عندي خطوط تحت عيوني وهيدا من زمان و this is the normal اوكي صبايا اللي فكرة انه انا عندي بشرة زجاجية انتو كتير خطانين و I think صبايا اللي قابلتن ويش وهيش ولا وجها لي وجهوش عفوني بيعرفوا انه وشي عادي جدا حتى في عندي bad days يعني بكون وبشرتي تعبانا وبقولها يعني لما بسور فيديوهات please ما تنخدعوا ليه يعني أنا هلا قدمكم مش عم بخدعكم وإنما كرمال الإضاءة كرمال اللي رح نحكي لها يا كرمال يمكن الـ position الى آخرين ولا انا بعيدة عن الكاميرا فما كتير بتاخد كل الـ details و sometimes بيبانوا انا يعني بشوفهم لما بعملوا الـ editing وإنما ما بيبينحكسوا ولا نعكسوا مش قط 100% الفيديو اليوم هو الكذب نوعا ما هو كذب بيناتنا ولا يمكن لانه الاندستر يبدا هيكي تباع الـ makeup artist و تباع الـ brand ads الأغلبية الـ brands الـ makeup هذه مشكلة كبيرة بالـ beauty industry و أنا as a normal person مثلي مثلكون كنت بنخدع و مش 100% كان عندي شكل عم قولوا واو شو هالم makeup يلي غير شكل خصوصا بالصور أنا عم بحكي عن يعني بالتحديد وبالتأكيد الصور لأنه الكاميرات ما فيكن ولا ما فيهون الناس يلعبوا فيهون بس لقيت كان فيه شخصية ما شاء الله الله أكبر عليها كانت بتلعب بفيديوها الصور هيدا كذب لما بنطلع بشرة زجاجية هل فعلا فيه هيدا الشيء؟ نعم بس إليه جدا اللي بيكون اللي بتكون بشرتها ما فيها ولا خدش perfect at 1000% بسم الله و ما شاء الله بس أغلبية الصور دي بنشوفها وبنشوفها لأشخاص ما بيكون لهيدا الدقاجة خصوصا إنه الماضل بتكون sometimes 24 hours a day قدام الأضواء وهيدا الشيء بيهلك الوش بتعمل ميكب تقريب اليومي وهيدا الشيء بيهلك الوش ما بترتاح الأكل تبعها الشرب تبعها النوم تبعها على الشغل اللي دائما يعني بتداومه فهيدا كله بيأثر على البشرة بيتلو راح تكون بشرتها هكا تشعل شعلي كذب أنا وين بلشت شوف إنه مش طبيعي كانت في صبي اسمها كايت جين هيوز والكايت جين هيوز ماني متأكدة يعني على مبكر هتلعلكم الاسم لإلها وصورها طبعا ماني متأكدة على نطقة الاسم الكاملان هي ميكب آتست عتلقت عليها وطلع لي صور سابعها بالصدفة بالإنستغرام وقرأت واو لي واو لأنه بشرتها عادية مصوراها بالشكل العادي لا لعبة فيها ولا عملها لها ولا عملها لها ولا عملها لها ولا عملها لها شيء نهائي تركها بالطبيعيين تبعها البشرة بطبيعتها الخطوط هون موجودين إذا عندها كم حبة عم تحاول تغطيهم بس دروقي ما يبانوا موجودين موجودين ورهيبة اللي عجبني فيها أكتر من أنها موجودة وأنها عجبتني الانتغريتي عجبتني الأمانة والأمانة المهنية كتير فرحت لما فتت عندها الصفحة يعني بالإنستغرام انبهرت فرحت فرحت أنه وفي شخص عنده إنتغريت زائد عند براينتات ناتاشا دينونا فتت كانت شفت صورة وحجبت نكتيات الأي شادوي سو إنتن سيدة الأزرق بيجنن من البالت 28 البلوز أنا عندي الغرينز و الغرينز موسيقى 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 شفت هايدي الهارمني يلي بالصورة وال البرفكشن يلي البلندبيلتي اللي بينا بالصورة فتت شفت الفيديو لأنه البيج سواء البيج والأورنغ ناتاشا دينونا ناتاشا دينونا بيوتي لانتهم بنزلوا ميني فيديوز لها وطبعا عندها يوتيوب فلما شفتها انصدمت ليه انصدمت لأنه الانتنسيتي القوة تبع الألوان مش هي بذاتها مش هي بنفسها بس يلي عجبني بالبراند انه بنزلوا فيديوهات ببينوا أرض الواقع بس لما بينزلوا بالصور في فرق هل هني بيكذبوا ما رح أقول أي لأنه الفيديوهات موجودة ما عم بيخبوشي بس اللي بالصورة هو الإدتين وهيدا يلي اكتشفتو مثلا الميكاپ لما بينزلوا طبعا شي بيعقد وشي بيجنن الناس مثلي ومثلكون نسوا هلا الميكاپ آتيس لما بنحاول نعمل لنفس اللوكات ما عم تزبط معانا يا جماعة مش ما عم تزبط لأنه غني عم بياخدوا الصور وعم بيعملوا الآتي ولا التالي وهيدا اللي بيعملوه الميكاپ آتيس خصوصا خصوصا ماشي ثلاث خطوط تحت خصوصا العالم العربي هيدا صح او غلط انا ما فيني احكم بس نظرت الامور الشخصية انا بشوفوا انه نوعا ما غلط لأنه انا عجبتني الميكاپ آتيس الفلانية على حسب شغلها على حسب صورة صورة عميكاپ وشي ما بيطلع مثل الصور يلي عندها بنفقص ومبزعل فهو بتيجي الامانة المهنية الفلترات شي والأدتين شي الفلترز هيدا مصيبة وحدها نحنا الاشخاص اللي عاديين رح لزق فلتر عادي جدا لانه انا مثلا انا ماني ميكاپ آتيس فما عم بتضحك على الناس هيدا شغلي عم نزل فلتر وبيكتبوا واي ميد شور من تقريب السنتين انه في سبيجي قلتلي واو انتي رحتي ما بعرف كام اختفتي وارجعتي واشعتك بتجنن شو عملتي قلتلي يا حبيبتي هيدا فلتر وانا كتباه وكلما بحدي بتقلي واو بشرتك صارت واو الاشخاص صارت واو بكتب لها يا حبيبتي هيدا فلتر وبيبان وبيكون مكتوب لحتى بايني وباين الناس ما يكون في هيدا النوع من التضليل بس الميك أب آتيست البراندات تبع الميك أب بيعملوا شيء اسمه فوتو ايديتين فيه الو طريقة معينا ليحافظوا على الفيتشورز تبع الويش ليحافظوا على المنخار العيون الى آخرية وانما بيعملوا ايديتين للميك أب وبتكون ما فيه ولا غلطة مؤخرا شفت صفحة ساميك خوزامي هو ميك أب آتيست بالأساس بعد هيك نزل الميك أب تبعه وفيه صبغة يرى عم تسألني على ريفيو وانا كنت عندي بس منتج واحد مش رايات راح تكون ان شاء الله عن قريب يمكن راح احكي على شو رأيي من الميك أب وهو بالستاند وليه ما اشتريت وليه ما اعملت عليه ريفيو ببعض بيعمل دعايات للبراندات لانه رأيي ستريك فورد ما فيه لا تزيين ولا تحليل شفت كم صورة وانبسطت بيناتنا ليه لانه الانبسطت مبينين يمكن الناس ما غح يعجب هالميك أب لانه غح يبان منه مدموج وهايدا يلي بيجيني للتعليق اللي تذكرتو لما في صبيه قالتلي انه منك عاملة بلاند كتير منيح لشي معينة بابلي كنتوك تبع منخاري بابلي كنتوك تبع منخاري بنحاول مندمجه على قد ما بنقدر بس بيبان بالعين المجردة هون فوق العيون يعني الأي شادوز نفس الشي اي تنك لما قربت كتير لحواجب وشي نورمل هيدا ميك أب رح يبان الفرق زائد الخطوط تحت العيون وهيدا شي لي كتير براندات بتغطيه ولا بتخبيه بس عند سامي خزاني بهيدا الصورة بالتحديد بينين الخطوط هيدا الخطوط عندي انا ففرحت انه ترك هيدا الصورة متل ما هينا عملنا هيدا نوعا ما بس على الخفيف وضلوا الفيتشارز موجودين وضلوا الاشياء للشوائب يمكن الناس بتشوفها شوائب او اخطاء موجودة هلا بنجي لقبل الكذب تبع ولا بعد الكذب تبع الميك أب آرتيست والبراندات المشاكل يلي بتخلقها الناس العادية انا شفتها عند كتير عالم بيعايروا بعضهم بالشوائب يلي موجودة بالوش مين فينا بيكرها ان تكون عنده بشرة زجاجية ما حدا مين فينا بيكرها ان تكون عنده وش البشرة ما فيها ولا غلطة ما حدا مين فينا بده يضلوا كأنه عمره 18 لسانة ما حدا بس وي ايدش this is the normal the natural process يعني شو هو ضد الكبر ولا ضد تقدم بالعمر يلا هاتلا نشوف جاوبوا بينكن وبينحالكن قبل ما انا قلكن الجاوب هو الموت ليه؟ لأنه ما في شي انه بنرجع للورع يا إما منتقدم لقدام ما في شي بنوقف يا إما بنموت هيدول الشغلتين فمسألة انه فلاني عندها خطوط علاني عم تكبر هذه مش تيمة وما لازم تكون تيمة أنه في بعض من الناس والأغربية يتنسألهم بيوجعهم لما حدا يقلهم انتوا عم تكبرون that's the normal وعم نكبر وخير ان شاء الله إذا ما رح نكبر رح نموت ما في شي انه رح نرجع للورع ما في شي انه وحدي بعدها شاب ببضلت شابة فرق أي نعم الجينات بتختلف أي نعم في جينات بيبان عليها الـ جينات بيبان عليها الـ بس هيدول الجينات بالآخر مش نحنا اللي بنخلقونا هيدا ربنا خلقنا هيك في شي عم لاحظوا مؤخرا it's not a good thing by the way بس فيها نوعا ما من الكذب والكذب كتير كبير السليبريتيز اللي صاروا عم بينزلوا بميكاپ أو بينزلوا بسكين كار بس خصوصا شقفة السكين كار مثلا الجاي لوي لها المنتاجات مش عاش الله هي عدة الخمسين وعم بأه ديمن عم تنزل فيديوهات نزلت بسكين كار يعني مونتاجي هات كنت رح اشتري هون با they are kind of pricey فقالت لأ بدي اتراوه لانه ما راح اكي كترت وتتخنت وبتزر ايجان عن صوت الراع اللي عم تعمنه عم تنزل في فيديوهات وهي كانت صراحت إنه عمرها عملت لا بوتاكس ولا فيلرز ولا عملت شي ولا عمليات ولا 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 فيه ناس طبعا عم بتكذبها بس رأيي الشخصي اللي لحظتوا اللي دورتوا بحبشت رأيي الشخصي برجاعيت هي فعلا منها عاملة لا بوتاكس ولا فيلرز طبعا الأكل الصحي تبعها وهي كمان صرحت إنه عمرها ما دخنت ولا شربت ألكوهول وهي دول العاملين رئيسيين ومهمين جدا بصحة ندارة البشرة وصحها ككل زائد هي شخص كتير رياضي ما شاء الله والله أكبر رياضية فزيعة الفلكسيبيليتي اللي عندها والموبيليتي اللي عندها واو بتقدي ساعات وساعات بالجيم فطبعا هيدا بيساعد بشكل عالي وهائل كمية الماء اللي عم تشربها وإنما لما بلشت تعمل فيديوهات على المنتجات لإلها اللي نزلت وقال الزيت الزعتون وما بعرف كيف وهيدا النظارة وهيدا 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 هيدا كله طأحانك معانينا وسامحوني يعني بهيدا العبارة ليه لأنه لما بتعمل هيك في فيديوهات وشها ممسوح والناس كانت عم تكذبها بتقول انتي عملة بوترة وانتي عملة فيلرز وفي النباس الفيلترات الإضاءة بتلعب دور كتير كبير نوعية الموبايل ونوعية الكاميرا بتلعب دورة كتير 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 كبير ما تخلو هيدول نوعية من السريبراتيس تضحك عليكم بشكل أو بآخر زائد لما شفت صور غير و لما تفرجت بآخر موفي تباحه مش آخر ببابلي 2019 الكاميرا لما بتقرب عليها و لما بتتفرجه بشاشة كبيرة سواء بسينما أو نقاط التيفي بيكون كتير عليه النقاط الصورة بيبان انو عندها خطوط تحت عينها و عندها خطوط هون والخطوط يلي بجبينها بتبان بالعين المجردة بشرتها مش هالسلكية مش هالفلولس هيدا شي غير موجود إلا القليل جدا 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 كان مؤخرا من كم يوم كانت فتاة كان بدي أخذ كورس ميكاب بروفشنال كورسيز و أكاديمي يعني فكان ساعك شوي غالي كنت عم شوف الريفيوز و عم شوف الناس اللي عملي لهون تاق لحيدي الأكاديمي طلعت لي بصدفة صبية طلعت انو مصرية و عندها يوتيوب اسمها ماريان جبران اي هوب انو ما دبحتها لا الاسم ام فاري سورد انو ما بعرف يعني كيف بيومطة فعم بحاول هيدة صبية اللي لفت لازاري فيها أول شي دا كانت شفت الصورة سورة و ثم فتت لها عندها على الصفحة تبعها بالانستغرام فكانت في صورة وتحت الصورة كانت كاتبة انو هي عملة ادتين تعلمت تعمل هيدا الشي بما انه هي ميكاب آتست و انما مش مغيرة بملامحها بس عملة دا نورمال ادتين للميكاب بالويش ويش نايس لانو كاتبة لانو مخبرة وهيدا it's part of the job ما فيها بس اذا بنعمل هيدا شيء بنخبير بس لما بنشوف و بجدنا قابلت انا اخلي لكم تحت وصندوق الوظف اقابت لق قناته فاروحوا لعندها وقولوا لها انو سوماليزا و سوما عم بتسلم عليك شيء بس كنت انا فبعت لها اقسى لو سألت على هيدا الكورس و اقدت عليك ويجب أن أعجب ذلك سأذهب إلى عندها وسلموا عليها كثير 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 بتعمل الفيديو هاتفت وطلّت بتعمل الفيديو هاتف ميكاوب توتوريال حلوين كثير بتعمل هون بـ High End بس ميلي بـ Drug Store ومنتجات على قد الجيبي أمشور إنه راح تستفادوا من عندها كمان أنا قطع قبل ما أقلكن Good Bye الميكاوب آتست يلي بيعتب عليهم بيعملوا التالي بيجيبوا موديلز أول شي صغار بالعمر مشكلتنا عمرنا عشرين سنة مش بس العشرين سنة يلي بروحوا بيعملوا ميكاوب لن نتفق على هذه النقطة تاني شي بيختاروا ميلي وموستلي الصبايا والبنوتات والموديلز يلي ما فيهن شوائب بوشهم أو الشوائب خفيفة أو بيهيبوا شخص عادي فيه شوائب بيعملوا ميكاوب ثم بيبلشوا بالإدتين و بتطلع صورة ما فيها ولا غلطة وهيدا بالنهاية ما ليش غش وكذب توردس الناس اللي بدون يروحوا لعند هيدا الميكاوب آتست لتشتغلون على وشهم أنا سينس فور أفر عندي هيدول الخطوط أنا فوقت من الأوقات عندي حبوب الميكاوب آتست بيكون إيديها مش سحر بيكون عندها ليفل معين و بتوصله و ما فيها تتعدى شوائب بالوش بيكون بامبس بتكون حبوب طالعة فهيدي التكستشار يلي مش فلات بتضلها بميكاوب و من غير ميكاوب و في أوقات كتيرة بيكون ولا بتبان بالميكاوب أكتر بيبرزها أكتر لأنه بتكون طبقة فوق الطبقة العادية أعتقد هيدا الشي كتير 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 غلاط و ما لازم تنخدعو فيه أنا عم بحاول باسألكم شو يلي فيها و طبعا بالنهاية كل واحد و ضميره كل واحد و ضميره المهني ما تنخدعو مش كل شي بيبان هو الحقيقة بدي أذكر فيه صبية ميكاوب أكترس هلأ صارت كتير مشهورة ما رح أقول وين لها ما حدا يتحسس و ما حدا يزعال وهيدي الصبية كمية أنا صراحة صدقتها شفت كان فيه لايف I think بالإنسجرام ولا فيه فيديو بالإنسجرام و شفته كنت رح فوت فيه البنات عم بيسألوها شو عملت لبشرتها بشرتها دول سكين شي غير طبيعي للغاية و قالت إنه عملت هيدا كان فيه شي عملته يعني بروسس عملته بالطبيب ولا عند الطبيب و كتبت اسم تحت الطبيب و شو اللي عملته والباكاجز إلى آخره أنا من كل نها اللي كنت عم تدور يعني أخدت كل المعلومات كنت رح تدور على هيدا الطبيب و روح لعنده وبعد شي يومين هيك قلت بدي يدور على فيديوهاتها فيديوهاتها باليوتيوب و بالانترنت لما دورتوا لإيد فيديوهات قديمة صحقتوا و انصدمت لأنه اللون غير اللون لون بشرتها حمطي عاطي يعني غامي الفيديوهات لونها أبيض أبيض مثل التلج فهي اللي اكتشرتوا بعدين انه عم تستعمل برنامج اسمه بي وانتو سيكس وانتو شي شغلي سيكس وانتو هي استعملت و أنا متقريب السنتين مرتين ثلاث مرات ووقفت فهي اللي انا شخصية هيدا اسمه كذب ما فينا نفندها ما فينا ندوّق على كلمة حلوة وجميلة ونعومة هيدا اسمه كذب وعرفوا انه البشرة عادي يكون فيها مسامات عادي يكون فيها خطوط هذه هي النورمال و اي هوب انكم ما تعيروا وما تشمتوا وما تشتموا الناس التانين بهيدول الاشياء لانه ذات الناترال و ذات النارم يا عقب يكون عجبكم الفيديو اذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة شوفكم فيديو جديد و تانكس مليون فور ووتشين باي باي